اليوم الحديث يدور عن مستوى الفقر في العراق وطبيعة النمو أيضا الاقتصادي مقابل الفقر والحديث عن قانون الأمن الغذائي لنبدأ بقانون الأمن الغذائي هناك من يتحفظ على هذا القانون وهناك من يعمل على تشريع هذا القانون من قبل القوى السياسية ولكن السؤال الذي يطرح اليوم هل نحن بحاجة إلى مثل هكذا قوانين إن كان الأمن الغذائي هو واجب من واجبات الدولة أن توفر عندك وزارة التجارة عندك وزارة الزراعة هي المعنية بجانب الأمن الغذائي يعني لماذا نبدأ باستحداث قوانين جديدة توضح لهذه الوزارات كيف تعمل هو من واجبها قد يترتب على هذا القانون تخصص أموال قد يترتب على هذا القانون إنشاء هيئات مستقلة ربما وبالتالي تبديد وزيارة البيروقراطية في الدولة بداية الرحب حضرتك والرحب بطبيق قناتكم الكرام مشاهدي قناتكم الكرام حقيقة إذا كان الكلام عن وزارة الزراعة والتجارة فهاتان الوزارتان تقريباً الوزارتان المنسيتان اليوم بسبب أمن الغذائي وسبب المشكلة التي واجهها العالم بدأت تبرز هذه الوزارات وتظهر العلن وتعلن عن أنها بحاجة لأخزين استراتيجي وغيرها ولولا الملحة حقيقة ما تسويها تخلي السوق حقيقة إفلت من أيدينا ويذهب إلى أيدي الجشعين والمتاجرين بالشعب العراقي فهذه الوزارات حقيقة وزارات نائمة اليوم بدأت عملية الإفاقة لهذه الوزارات لما انفاقت هذه الوزارات قالت نحن ما عدنا فلوس لا عدنا فلوس خزين استراتيجي لا عدنا فلوس نسوي حصة تموينية 12 حصة بعض النقاط الأخرى حقيقة الزراعة قاتل ما عندي فلوس أشتري الفن الفلح مدال 560 ألف أشتري ما عندها 950 ألف ما عندي فلوس نسوي مبادرة زراعية يعني مبادرات هذا يتنائسة بلازم مع ارتفاع العالم للغذاء يعني التجارة لما انتج تسوي خزين استراتيجي الآن فرقة حقيقة لو مساويتها قبل سنت الفرقة النصف بالسعر لكني وزارة نائمة قلت لي حضرتك وعرغم طالباتنا مستمرة لهذه الوزارات فنحن بحاجة الدولة العراقية لا تمتلك موازلة 2022 تصرف على انفاق فعلي في 2021 يعني سموه واندة الواحد على 12 قانون الإدارة المالية 2021 لم يكن هناك ارتفاع هكذا في اسعار الغذاء يعني لا باسعار شراء الحنطة ولا حتى حقيقة بالاستيراد البطاقة التومينية فلما تجي الدولة الآن تستورد ترى ان الاسعار مرتفعة زينا احنا انفاقنا لازم نفس العام فاكو فجوة حقيقة في الاسعار هذه الفجوة يعني مثلا وزارة التجارة موازلة 2021 وضع لترليون ونص هذا معلم في الموازنة زينا هذا توزع 6 حصص هي الآن توزع 12 حصصة وتريد نحط 6 تخزين استراتيجية يعني 18 حصصة لازم عدها هي عدها فلوس 6 حصصة مو كاملة يعني 6 حصصة على 2021 ترليونس يعني قد الآن 9 عامهم 2 ترليون إذا نحط حقيقة 18 حصصة محتاجين فوق ترليونس محتاجين 4 ترليونس وزارة الزراعة يعني شراء عملية واختلك التجارة شراء الحنطة باسعار الـ 560 اللي في اختلف عن شراءها بـ 950 فاكو فجوة هذه الفجوة تحتاج الى تقطيع بقانون مثل قانون أمن الغذائي لكن أولي المشكلة أستاذ بس حتى يكون واضحين للجمهور هو قانون أمن الغذائي يسدد الكارباء ويسوي خزين استراتيجي ويسوي التحصة 8-12 شهر ويسوي مبادرة زراعية ويشتري من الفلاح باسعار ممتازة كلها ما يكلف 11 ترليون بأعلى التقديرات هو 25 ترليون حقيقة يعني أكو ما يقارض من 12 الى 14 ترليون زاد هذا شنو؟ دازين ورقتين كاتمين بيها إيش إحنا وين عايشين؟ إحنا بالدولة الفاضلة دازين ورقتين 14 ترليون؟ لا والمشكلة أنه اللجنة المالية والبلامان يقول لك إيه خل ماشيها لهم شو تمشيها عمي؟ هاي 14 ترليون تنزيل الجيل الفاسعي مباشرة إحنا في الموازنات قاعد نستخدم الذرع قاعد نستخدم التخصيص الكامل والجزئي المشروع معلن يدخل بخطة استاتيجية يبوقو إنه تيجي تطهم الفلوس وبعدين عود وزارة التخطيط خطغ وزارة التخطيط 300 مليار دولار فساد عده مشاريع متلكة ومشاريع متوقفة ومشاريع مندثرة زين بالتالي تطيها 14 ترليون طبعا لا يتروح الفساد فالقانون الأمن للغذاء أنا معه بـ 10 ترليون إلى 12 ترليون أنا ضده بـ 25 ترليون